بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة أهلا ومرحبا بكم في قناتكم للرياضيات أولا اليوم جبت لكم حل جملة معادلتين لمجهولين من الدرجة الأولى وهذه للسنوات الرابعة متوسط بعدما قدمت الدرس لحل جملتين معادلتين بطريقتين وهما طريقة التعويض وطريقة الجمع ثم قدمت درس آخر عن حل بيانيا لجملة معادلتين ها قد أعود بحل جملة معادلتين جبريا وبيانيا يعني جمعت الحالتين مع بعض إذا انتبهوا معي إذا جبت لكم جملة معادلتين وهي 2x زائد 3y نساوي 15 سمتها المعادلة الأولى المعادلة الثانية سمتها 2 2x زائد 4y تساوي 20 إذن هنا فضلت طريقة التعويض لماذا؟ لأنه فضلت طريقة التعويض لأنها أسهل لأنه كنت حبيت ندير طريقة الجمع لازم نضرب سواء نضرب هنا في الجملة الثانية في ناقص 2 ثم نجمع بشي رح لي المعامل ولكن هنا رح نطبق لكم طريقة التعويض إذن تبهوا معي إذن من المعادلة الثنين يعني من المعادلة الثنين رح نجبد x مرحش نجبدها من المعادلة الثانية ممكن نجبدو x من المعادلة الثانية ولكن عندها المعامل الثنين فضلت أن ندي المعادلة الثانية وهي أبسط لأنني نحوص لكم دائما على الشرحة البسيط واللي ما يدي لكمش وقت بزاف إذن من المعادلة الثنين نجد نتبهوا معي من المعادلة الثنين ماذا نجد يعني نجبد x بدلالة y ماذا يساوي x رح نرد 4 y للطرف الثاني واللي لنقص 4 y إذن 20 يبقى كما هو نقص 4 y وهذا المعادلة رح نسميها نجمة ثم نعوذ قيمة x اللي وجدناها في المعادلة 1 نجد ماذا نجد إذن 2 عوضا أن أكتب x ماذا أكتب نكتب 20 نقص 4 y إذن زائل 3 y ماذا تساوي تساوي 15 جيد ثم أتابع العملية الآن رح ننشر ونبسط 2 في 20 تمد 40 ناقص 2 في 4 y ناقص 8 y زائد 3 y ماذا تساوي تساوي 15 أتابع العملية أتابع العملية خرجت لي معادلة من الدرجة الأولى ندير المعالم من جهة المعالم المجاهل من طرف والمعالم من طرف ناقص 8 y زائد 3 y ماذا يساوي يساوي ناقص 5 y ثم تساوي 15 تبقى في مكانها أنقل 40 إلى الطرف الآخر تولي ناقص 40 أتابع العملية إذن ناقص 5 y إذن تولي لي ناقص 4 y ماذا تساوي 15 ناقص 40 تولي ناقص 25 عفوا هنا ناقص 5 y تساوي 25 إذن على ماذا نقسم نقسم على ناقص 5 ركزوا معايا تبقى لكم بقلم أحمر بشوفوه على ناقص 5 على ناقص 5 وش يعطي لي y ماذا يساوي أخيرا y ماذا يساوي y يساوي زائد 5 ثم هنا قيمة y إذن وش هندير لماذا نسميها طريقة التعويض لأننا في كل مرة نعويض إذن نعويض قيمة y في المعادلة نجمة معادلة النجمة هي x 20 نقص 4 y إذن نجد x ماذا يساوي يساوي 20 ناقص 4 في 5 إذن x ماذا يساوي يساوي 20 ناقص 20 وهو يساوي السفر أخيرا وش القينا x يساوي السفر إذن ما هو حل هذه المعادلة إذن حل هذه الجملة هي النقطة ذات الإحداثيات 0 و5 هذه طريقة الحل الجبرية الآن رح ننطلق إلى الحل البياني مش قلنا في الحل البياني في الفيديو السابق قلنا أن أولا في البيانية رح نجبد y بدلالة x في المعادلتين إذن في المعادلة الأولى شح تساوي y إذن y إذن ركزوا معي إذن عدنا 3 y يساوي 15 ناقص 2 x نقسم على 3 إذن y ماذا تساوي تساوي ناقص 2 على 3 x سبقت هذه زائد 15 على 3 أخيرا إذن معادلة دلتا التاعي المستقيمة رح ننشأ المستقيمان ذات المعادلة إذن دلتا إذن y معادلته 2 على 3 x زائد 5 لأن 15 على 3 من 5 معادلة دلتا فتحة إذن إذن خلال معادلة ثانية نستخرج y ماذا يساوي إذن معادلته ماذا تساوي مباشرة بعدما فهمت لكم في الحالة الأولى إذن y مباشرة تساوي نرد x للطرف الآخر يقول لي ناقص x على 4 زائد 20 على 4 تخرج لي 5 إذن هذا هي المعادلة الثانية تعد دلتا فتحة إذن كما قلت في الفيديو السابق أن سنضيف أولا جدول للدلتا وجدول للدلتا فتحة إذن ركزوا معايا باش نعين الدلتا لازم لي على أقل نقطتين أو ثلاثة إذن بالنسبة للدلتا كلمة نقطة سفر مثلا إذن نعوضها في المعادلة التعو إذن إجرىك ماذا يساوي 2 على 3 في 0 زائد 5 يساوي 5 ثم نعطي قيمة أخرى الأبسط هنا نمت القيمة 3 مثلا 3 نقص 2 3 على 3 يقوم لي 1 نقص 2 زائد 5 وهي ثلاثة إذن نقطة هي ثلاثة ثلاثة ننطلق إلى دلتا فتحة دلتا فتحة إذن نمت دائما القيمة السفر وش تمد لي إذن نعوض هنا بالسفر تولي إجرىك ماذا تساوي 5 ثم أبسط قيمة 4 باش نختازل 4 على 4 تولي لن ناقص 4 زائد 5 تولي أربعة لا أربعة ناقص واحد 5 ناقص واحد تساوي أربعة إذن هذو هما القيمة إذن القيم فلننطلق على بركة الله في تعيين المستقيمين ونلقوا نقطة تقاطعهما ونقطة تقاطعهما هي الحل ولازم نلقوها هي 0 5 إذن نركز معايا إذن نبدأ بتعيين المستقيم الأول دلتا قلنا 0 5 إذن مستقيم دلتا يمر بهذه النقطة ثم النقطة الثانية هي 3 ثلاثة إذن ثلاثة على محور طراتيب على محور الفواصل ثم ثلاثة على محور الفواصل إذن النقطة التاعي هذه إذن المستقيم دلتا التاعي رح يمر بالنقطتين اللي أعيناهم إذن نبدأ في تعيين المستقيم إذن إذن نكزو معايا رح أصل بين النقطتين إذن هذا المستقيم ممكن المستقيم غير محدود إذن نتابع إذن هذا المستقيم قلنا دلتا ثم مستقيم دلتا فتحة أيضا يمر من النقطة 05 05 ثم 4 4 أين هي النقطة 4 4 ثم ثم نطلح 4 ثم نطلح 4 ثم 4 ثم نطلح 4 ثم نطلح 4 5 هذا هو المستقيم دلتا فتحة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن نقطة التقاطع المستقيمين هي النقطة هذه وهي 05 وفي الأخير نكون قد انتهيت من الدرس هذا أتمنى أن يكون الدرس مفهوم للجميع ومراجعة موفقة ورمضان كريم للجميع واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته